ورد عن هشام ابن الحكم قال دخل ابن أبي العوجاء على الصادق عليه السلام فقال له الصادق يا ابن العوجاء أمصنوع أنت أم غير مصنوع هنا الذي يكفر بالله وينكر وجود الله جل وعلا وهنا يقول له أمصنوع أنت أم غير مصنوع فقال لست بمصنوع فقال له الصادق عليه السلام فلو كنت مصنوعا كيف كنت تكون الله الله يعني هذا الخلق الذي خلقك الله فيه هو أجمل تقويم وأجمل خلق لهذا البشر فلو أنت كنت مصنوعا كيف ستكون ستكون لك ستة أرجل عشرة أيدي ماذا سيكون خلقك وجهك عرضك طولك وهكذا فهنا بهت الذي كفر لأنه يقول له فلو كنت مصنوعا كيف كنت تكون هل تكون أجمل من هذا التقويم الذي جعله الله لك فلم يحر ابن أبي العوجاء جوابا وقام وخرج لأن هذا زنديق ولكن في الرواية أنه أسلم بعد ذلك لأنه ما في أحد يجلس مع الإمام سلام الله عليه والإمام لا يفحمه ولا يجعله يهتدي بإذن الله عز وجل إلا من يعني أغفل الله قلبه ترجمة نانسي قنقر